كم سؤال كتنا وأبدأ بيهم بس أخذ آخر جملة في هذا التقرير متى نرى كابتن أحمد الغندور في كأس العالم؟ هل ممكن في كأس العالم القادم نشوف كابتن أحمد الغندور حكماً فيه؟ والله أتمنى طبعاً ربنا يسمع منك طبعاً كل حكم بيدخل في المجال هدفه الأول أن نروح كأس العالم يا دي حلم أي حكم مصري وأي حكم عربي عن متن أنك تروح أعلى مسابقة في كرة القدم هو كأس العالم وحلم أي حكم فطبعاً مش بعيد إحنا بنكتهد وبنشتغل في الآخر المنافسة في الملعب بنا وبين بعض سواء كنا مصريين أو كعرب لأنه في الأول والآخر عدد معين اللي بروح من القرى الأفريقية لكأس العالم والفرصة موجودة لحد دلوقتي مازال الفرصة موجودة عند الكل وأنا بتمنى طعم ربنا يكون لي نصيب أن يكون موجود في كأس العالم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله على ذكر هذا الأمر حكمنا المصريين الموسم الماضي تحديداً شوفناهم في كثير من البطولات العربية والأفريقية أي نعم ما كانش عندنا حكم ساحة في كأس العالم لكن كان عندنا حكم مساعد رائع جداً ليه في مصر ليه كجماهير كرة مصرية أو أندية مصرية الحكم المصري لا يلقى أي كبول وخلينا نتكلم بوضوح وصراحة ليه دايماً فيه انتقاضات للحكم المصري رغم النجاحات اللي بيعملها خارج الكرة المصرية والله يا كريم أنا هقول لك على حاجة الموضوع الانتقاضات برضو محصورة في منطقة معينة يعني هتلاقي السوشيال ميديا والسوشيال ميديا للأسف عندنا في خلينا في مصر مش هتكلم على حتة تانية في مصر شوية يعني في أغلبها رايحة لنحية الألوان يعني النهاردة لو الحكم رايح بالنسبة للسوشيال ميديا رايح لاتجاه اللون محدد فممكن تلاقي الحكم ينوله أنواع كثيرة من الأسهم والانتقاضات بشكل فج وغير طبيعي لكن لو دخلنا شوية على الإعلام المرئي هتلاقي بالعكس هتلاقي الكفة متوازنة شوية حتى لو فيه نقد هتلاقي معظمه نقد بناء وحيانا فيه نقد بيبقاش بناء ولكن بتبقى في حدود لكن احنا عندنا السوشيال ميديا شوية يعني قاسية شوية خاصة على الحكام ما السوشيال ميديا دي هي البديل للمدرجات يعني ما هنت برضو انت لعبت قدام مدرجات مليانة لما كنت مدرجات مليانة انت مجرد ما تصفر حتى لو كرار صح 100% بتسمع الناس وهي بتزوم وبتزعق وبتسرح هي بديل طبيعي بس انت كحاكم مش المفهول متعود على ده سوشيال ميديا أو مدرجات انا متعود على ده بس انا راجع لسؤالك في فكرة ليه بننتقدونه على الرغم من انت موجود في البطولات هو دي اللي غريبة يعني اتا ازاي موجود في بطولات أفريقية وازاي بتتقلق في بطولات العربية وازاي بتتواجد في يعني في المنصات اللي مليانة يعني حاجات الناس كلها بتتفرج عليها سواء كعرب أو كمصريين أو أي منطقة أو كأسيا أو أي مكان المكان الناس بتتابع الحكام المصريين من قرب ومن بعد الناس متقلقين ومشيين بشكل كويس ورغم من كده زي ما انت قلت فيه انتقادات دائما حادة جوه فالأكيد الغلط مش في الحكام يعني ازاي الحكام متقلقة ومشي بشكل كويس وبتشارك ورغم كان فيه انتقادات داخلية يبقى أكيد فيه حاج غلط أكيد مش في الحكام الغلطانين والدليل ان هم بيشاركوا وبيعملوا مباريات وبطولات كبيرة وبيسيبوا رصيد كويس بالنسبة للحكم المصري